اشتركوا في القناة ونتناولها بالفحص والتبيان لأنها فيها التباس كبير وعنوان الدراسة ما بين القديس البابا توفيلس الثلاثة وعشرين والقديس يحنى فم الزهب جميعنا نعلم أن الاثنين الآباء البابا توفيلس والقديس يحنى الزهبية الفم الاثنين من الآباء الذين ننال منهما الحل والبركة في تحاليل الكنيسة والاتنين في مجمع القديس بالرغم من بالرغم من أن البابا توفيلس كان وضع حرمان على القديس يحنى زهبية الفم حول هذه القضية الشائكة تاريخيا ولاهوتيا يحدثنا أبونا الحبيب ومعلمنا العلامة القمص يوسف تدرس الحومي اثنين من القديسين الذين تركوا علامة تاريخية كبيرة في تاريخ الكنيسة والذين لهم شهرة في كل أنحاء الكنيس وهما الاثنين كانوا معصريا لبعض في الأواخر القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الميلادي والاثنين مذكورين في التحليل اللي بنطلب من فهمهم الحل مع أباء الكنيسة والاثنين لهم ذكر في المجمع المقدس يعني الكنيسة بتعترف بقداستهم لكن رغم هذا حدث بينهم خلاف كبير والخلاف تفاحل وتفاقم حتى وصل إلى درجة الحرمان أن كل منهم نطق بحرمان ضد الآخر والبعض نطقوا من خلال مجمع يعني قضية شائكة كبيرة ولكن دايما نحن بنبصل هذه القضايا أن نطلع منها بدروس روحية جميلة طبعا الاختلاف موجود حتى ما بين الأباء الرسل نحن عارفين أن حصل خلاف ما بين قديس ماري مرقص ومقديس بولس الرسول وطبعا مرديش ياخده معاه في رحلته التانية ولكن ربنا استغل هذه النقطة فإنه بدل ما يروحوا رحلة للكرازة واحدة فارحوا رحلتين لأن برنابق أخذ مرقص وأقلع إلى قبرص وبولس رح رحلته المعروفة التانية فهنا اختلاف وجهات النظر واختلاف الأراء في النهاية لازم ناخدها بطريقة روحية تؤدي بنا إلى منهج روحي وإلى مسلك روحي ويبقى دايما الإنسان الروحي يتصرف من خلال الرؤية الروحية أنه ما يحصلش خسايا روحية لكن يحصل نوع من التقدم الروحي الاثنين من الأباء في الكنيسة الجامعة يعني الاثنين كانوا قبل الانشقاق اللي حصل فيه سنة 451 وبالتالي كل الكنيس تعترب بقداستهم الأول كان بابا وبطريار كان في كرسي الأسكندرية وهو البابا سوفيلوس وفي نفس الوقت يبقى خال البابا كاريلوس رقم 24 والآخر هو يوحنى الملقب بزهبي الفم أو فم الزهب وهو كان بطريار كان على كرسي القسطنطيني كرسي القسطنطيني الوقت اسمها اسطنبول تقع في تركيا لكن ما زال خلفاؤهم موجودين على الكرسي لكن ينتمون إلى العائلة الأرثوذكسية الخلق دونية اللي هي عائلة الكنيس البيزنطية ودي غير العائلة الأرثوذكسية الشرقية القديمة بتاعتنا ولكن في هذا الوقت ما كانش فيه اختلاف عقيدي ولا حاجة لأن كان لسه خلق الدنيا ما يعني ما وصلش أو الانشقاق ما حدث يعني الأول بابا سوفيلوس جلس على الكرسي سنة 385 ميلادية يعني عاصر آخر 15 سنة في القرن الرابع وتنيح في سنة 412 يعني خد 12 سنة من القرن الخامس في حين القديس يوحنة سبقوا في الرسامة بشوية لأنه جلس على الكرسي في سنة 347 ميلادية وتنيح قبله لأنه تنيح سنة 407 ميلادية نشوف أصول كل واحد منهم ونقف عند بعض محطات في حياتهم حتى نعرف ما هي الخلفية التي أدت إلى المشكلة الكبيرة التي حصلت بينهم في نهاية أيام وكيف حلت هذه المشكلة أنه يهمنا كمان الحل سوفيلوس ولد في مدينة تسمى مدينة منف منف دي مذكورة في الكتاب المقدس في أكتر من مكان ودي كانت العاصمة القديمة للدولة المصرية تقوم على أنقضها الآن مدينة البدرشين ومتر هنا في محافظة الجيزة ومنف هي المركز اللي اتخذ الملك ميناء موحد القطرين لما وحد الدولتين لأنه معروف من قديم الزمان لأن مصر كان الدولتين والحد النار دا نقول للواجه البحري والواجه الإبلي فلما وحد الدولتين في دولة وحدة ولبس التاجين مع بعض كل دا في التاريخ المصر القديم معروف اتخذ مدينة منف كعاصمة بحيث أن جزء منها يقع في الواجه البحري جزء منها يقع في الواجه الإبلي ويعني لها تاريخ كتير وتنبأ عنها الكتاب المقدس المهم لحد القرن الرابع ساعة ميلاد سوفيلوس كانت موجودة بنفس اسمها وهو ولد هو وأخته من أسرة غنية جدا وأسرة مسيحية ولكن أبوه وأمه سابوه بدري وتوفوا وكانت عندهم مربية حباشية واضح أنها كانت مسيحية أيضا فتعهدتهم بالتربية خافت عليهم من وجودهم في مدينة منف فانتقلت إلى مدينة الأسكندرية وكان الكلام دا في عصر البابا أساناسيوس الرسولي ولما دخلت بهم الكنيسة لفت نظر البابا وجود جارية حباشية ومعها طفلين فاستفسر منها عن الموضوع فعرفته القصة كلها فمن هذا الوقت تولى رعاية الطفلين سوفيلوس وأخته واهتم بأنه يربي سوفيلوس تربية مسيحية روحية لهوتية نعرفين أن أساناسوس كان لهوتي ضليع وكان موجود في اسكندرية في هذا الوقت مدرسة اسكندرية لهوتية فتربى في هذا الجو الروحاني والبنت أيضا اهتم بها البابا أساناسوس لحد ما كبرت وتجاوزها واحد في مدينة المحلة الكبرى مدينة المحلة كلنا عارفين تقع جنب طنطة وهناك أنجبت كيرلوس الذي سيصير فيما بعد هو البابا البطريارك رقم 24 بعد خاله وواضح أن خاله أخده ورباه حتى لما بروح أدرس في كلركية المحلة بقولهم بلدكم دي بلد البابا كيرلوس واهتموا هما أنهم يعملوا كنيسة باسمه هناك الكنيسة حديثة صحيحة لكن ده خليدا لإسمه لأنه هو من بلدهم عاش مع البابا أساناسوس وعاصر بعد كده اثنين من البطارك اللي جنب بعده وصار مساعدا لهم ومن هنا ابتدى أن يتعلم ليس فقط العلوم اللاهوتية وإنما أيضا كيفية إدارة الكنيسة وكيفية التعامل مع الهراطيق وكيفية التعامل مع المشاكل ومن هنا نشأ سوفيلزو شخصية قوية اللحظة الكلام ده كله في تصرفاته أنه كان لا يهب أحد وكان قلبه زي الأسد ويعني قوي في الأمور اللي فيها الحق بيين أول وحتى من ضمن الحاجات الطريفة يمكن مش مذكورة في تقرى البطاركة لكن مذكورة عند البعض من المؤرخين أنه مرة قاعد مع البابا أساناسيوس في بستان وهذا البستان كان ورسوا البابا عن أبويه وكان فيه بعض أكوام فأساناسيوس طبعا كان مشغول بالهرتقة الأريوسية والرد عليها وكانت نافى كتير لكنه سمع منه أنه ربنا لو أدى له وقت وعمر أنه هيبني كنيسة في هذا المكان للقديس يوحن المعمدان وإليش عن نبي وطبعا الزمان ما أسعتش أسانسس أنه يبني هذه الكنيسة ولكن فيما بعد افتكر وصية أبوه وهو اللي بناها وهو اللي أحضر جسد يوحن المعمدان وإليش عن نبي في هذه الكنيسة ولما دخلوا العرب مصر خافوا على هذه الأجساد فنقلوها إلى دير أبو مقار ودفنت تحت الهيكل البحري في الكنيسة الكبيرة وفي سنة 1976 تم اكتشاف هذه الأجساد في نفق تحت الأرض أنا شفت النفق ده وقتها وقت الاكتشاف وحاليا الأجساد موجودة في كنيسة أبو مقار في دير أبو مقار عايز أقول برضو نقطة مهمة هنا تخصها أساناسيوس لأن البعض بينسب إليه أنه نشأ في الصعيد وأن كان أبوه حداد أو هو حداد أو حاجة زي كده وبيقول لهم لأينا ورقة وكتوب فيها الكلام ده هذه القصة لذكر المؤرخين تثبت أنه من أصل سكنداري وأنه ورث عن أبوه أملاك وبستين ودي نقطة لازم تتعدل في التاريخ لأن احنا عندنا السبعة وثلاثين بطرك الأولين من أول مريموروس لحد البابا بن يمين رقم ثمانية وثلاثين هذا اللي كان أول واحد من بارة اسكندرية قبل كده كلهم من اسكندرية سبعة وثلاثين واحد أول واحد يختاروه من بارة اسكندرية كان البابا بن يمين دم البحيرة يعني ما رحتش بعيد يعني فهنا تربى سوفيلوس بهذه التربية وبعد نيحت البابا تيموساوس رقم اثنين وعشرين على طول الكنيسة اختارته فورا ليكون هو البابا رقم ثلاثة وعشرين ولما أقول فورا يعني معناه أنه خلال الفترة دي من عهد أساناسوس إلى عهد تيموساوس أصبح معروفا وترقى في الرتب الكهنتية كشماس شما كاهن وكانت عزاته أيضا معروفة وعشان كده له إنتاج تفسير كتير وله ميامر يعني منسوبة لي دليل علمه لأنه مش أي حد يقدر يفسر مش أي حد يقدر أنه هو يحط الميامر دي لكن ده يورينا أيضا الخلفية اللاهوتية والثقافية بتاعته يعني مش شخصيته بس اللي كانت قوية لا أيضا علمه كان غزير وده على فكرة يا إخوة كان دأب وصفة موجودة في أبأنا في القرون الأولى لأن إزاي كانوا يقدون العالم كله في مجابهة الهرتقاط وفي المجامع وفي التقويم وزي ما شفنا في المحاضرة الأولى كانوا هم اللي بيكتبوا الرسالة الفصحية للعالم كله فإزاي هي قدوها وهم بدون هذه الشخصية الروحانية والقوية واللهوتية أيضا في نفس الوقت فهو ده يعني من ضمن الأباء اللي لهم يعني بصمة في التاريون أيضا في عهد سوفيلوس وهو يعني بينظف الأكوام دي اللي كنا بنشير إليها وجد كنز كنز ولقى بلاطة من الرخام عليها حرف السيتة متكرر ثلاث مرات السيتة عامل زي الأو كده وفيها شرطة حرف السيتة اللي هو ينتقى ثه ثه فلما وروا للبطرك أرى الكتاب اللي موجود عليه قال ده كنز من عهد الإسكندر الأكبر يعني من ساعة إنشاء مدينة إسكندرية وقال إن جه الأوان إن كنز ده يتفتح أنا بقول لكم الكلام ده لأنه ورد في تاريخ البطركة وورد في السنكسرات القديمة في بعض طبعات السنكسر يعني اتجنبت الحدة دي فقال لهم جه الأوان إن كنز ده يتفتح قالوا له ليه قال لأن التلات سيتات بقوا موجودين في عصر واحد قالوا مش فاهمين يعني قال لهم أقول لكم سيتة الأولانية جاي من ساوس يعني الله السيتة التانية في أودوسيوس الإمبراطور الإمبراطور المعاصر اللي في هذا الوقت والسيتة التالتة سوفيلوس البطرك اللي هو أنا فلما بقوا التلاتة في عصر واحد جه أوان فتح الكنز طبعا سوء هذه القصة يعني حد يصدقها أو ما يصدقهاش لكنها قصة تاريخية موجودة وكتبها تاريخ البطركة وكتبها السنكسار المهمة هو بعت للإمبراطور وقال له تعالى استلم الكنز لأن ده بتاع إمبراطور زيك وده يحق للدولة فأعطاه الإمبراطور جزء كبير من هذا الكنز وهنا اهتم أنه هو يبني الكنيس فمن أول الكنيس اللي بناها هي الكنيسة يوحن المعمدان وإليش عن النبي اللي احنا ذكرناها وبعدين بنا ست كنيس تانية يعني فيه خصص كتيرة لموضوع بنا الكنيس ده وأنا تتبعتهم في التاريخ وعرفناهم يعني بس ده مش وقته لكن لكن بعد كده اهتم باهتمام بقى من النواحي اللاهوتية ليه لأن ظهرت مشكلة خاصة بتعليم أوريجانوس اللي انتشر ما بين الرهبان في هذه الفترة وهنا لابد نقف ونقول ما موقف الكنيسة من أوريجانوس احنا الوقت نتكلم في عهد البابا سوفيلوس رقم 23 أوريجانوس حرماه الكنيسة ابتداء من البابا ديمتريوس رقم 12 واحنا الوقت في رقم 23 كل هؤلاء البطاركة كم واحد لا 12 عشان ديمتريوس بيتحسب وسوفيلوس يتحسب 12 بطرك حرمين 12 بطرك حرمينه ومازال الحرمات قائمة على أوريجانوس الآن البعض بيتعاطف معه لكن احنا لنا الموقف الرسمي بتاع الكنيسة أقول لكم كمان أنه عند إخواتنا الروم ومعندهم سبع مجامع مسكنية احنا بنعترف بالثلاثة الأولينين بس في المجمع المسكوني الخامس أعتقد أو السادس وجهوا لأوريجانوس حوالي 12 حرم يعني مش 12 بطرك بس حرمينه والروم وجهوا له 12 حرم بس مش مباشرين يعني مثلا من ضمن الحرمات على تعليمه يقول مثلا من يعتقد أن للنفس أن للشمس والقمر والنجوم نفسا ناطقة فليكن أنسيمة أو محرومة ليه؟ لأن هذه موجودة في تعليم أوريجانوس وفيه أخطاء كثيرة لذلك نحن لحد النهاردة نقول على أوريجانوس العلامة وليس القديس يوم ما استشهد أبوه ليونيدس ليونيدس راح أبوه استشهد كان هو عايز استشهد ولكن أمه مناعته عشان كان وحيد وخبت هدوم وأنا كنت أتمنى أنه كان يروح يستشهد كان أحسن له وأحسن لنا وأحسن للكنيسة كلها لكن تعليم أوريجانوس كانت انتشرت في عهد البابا سوفيلوس وهنا بداية المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين القديس وحنى زهبي الفم بس قبل ما نخش في المشكلة لازم نلقي الدوء على الشخصية الأخرى وهي شخصية يحنى زهبي الفم زهبي الفم من أنطاكيا يعني رجل شرقي وأنطاكيا هي البقر الرئيسي لكرسي أنطاكيا نحن نعرف أن فيه اتنين أنطاكيا أنطاكيا سوريا وأنطاكيا بي سيدية أنطاكيا سوريا اللي هي منها كرسي أنطاكيا اللي اتنين حاليا موجودين داخل الحدود بتاع تركيا وتركيا طبعا كان اسمها أسيا صغرى قبل كده حتى أنه بطاركة أنطاكيا ما يقدروش يعيشوا في أنطاكيا يعني البطرق السورياني اللي هو بطرق أنطايا أنطاكيا عاش في دمشق في عاصمة سوريا لكن ما يقدروش يعيشوا جوه تركيا يعني لظروف معينة ولكن هو نشأ وتعلم الفلسفة على يد أعظم الفلسفة في عهد ده مين؟ ده يوحنى وكان هذا الفيلسوف رجل وسني لدرجة أن يوحنى من زكاؤه فاق معلم ولما جم يسألوا المعلم مين يخلفك في تعليم الفلسفة وفي رئاسة المدرسة قال لهم كده يوحنى ما لم يأخذه المسيحيون منه ليه؟ لأن يوحنى في هذا الوقت كانش مسيح كانش لسه تعم على الرغم أن أمه وأبوه كان مسيحية وهنا بقى نشوف أثر أمه عليه لأن أبوه توفى وهو صغير فاهتمت أمه بنشأته نشأة قوية من ناحية تعليمية ومن ناحية الدنيا لكنه لم يقتبل الإيمان ولا المعمودية إلا لما وصل إلى سن 23 سنة وبعدين مين اللي كان ليه تأثير عليه؟ صديقه باسيليوس وده باسيليوس الكبير اللي أصبح رئيس أساقفة قيصرية الكابادوك لأنه لما تعلم الفلسفة اشتغل بالمحامة لأنتم تعرفين الفلسفة هي علم الكلام وهي محبة الحكمة فيلوسوفي فيلوسوفي يعني محبة محبة الحكمة فهي فيها البلاغة في الكلام فكان يترافع أمام المحاكم وخصوصا كان يعطف على الفقراء والناس المحتاجين ويترافع عنهم ببلاغة حتى تنبأ الكل له أنه سيصير من كبار القضاء في هذه الفترة ولكن تأثير الكنيسة عليه هنا كان قوي وتأثير صديقه كان قوي لأنه حدث أنه فترة راح الملاهي ومشي ماشي سيء ولكن نعمة ربنا افتقدته وبعكد تعمده عنده حوالي 23 سنة وهنا بقى ابتدت النعمة تشتغل جوه هذا الشاب اللي اسمه يوحنة وقضته إلى أنه يبقى يعني رجل روحاني لدرجة أنه لما عزم على الرهبنة أمه بكت وقعت له تتركني المين فأجل موضوع الرهبنة لكنه في هذا الوقت تحول البيت عنده إلى ألاية يعيش فيها بقوانينه الرهبنية وقوانينه النسكية وهو برضو عشان يرضي أمه وما خرقش عن طوعها وفين لم يترهب إلا بعد وفات أمه فيما بعد ولكن بترك أنتكي المعاصر لي في هذا الوقت لما رأى فيه أنه إنسان حلو وإنسان شاب جميل وعنده مواهب حلوة بدأ يتعهده بالرعاية وهنا دي حتة إحنا نستفيد منها كرعاة للكنيسة إن إحنا لما نشوف شاب عنده طاقات حلوة وربنا نديره نعمة نديره الفرصة إنه يكبر وإنه يكون نسقله زي ما يقوله تسابونا ونوصله إنه يكون واحد من القادة ومن المعلمين لأنه دي بتبقى هذا يعني عملة ندرة شوية فتعهدوا هنا البترك وكان اسمه مالاتيوس مالاتيوس ده غير أسقف ليكوبوليس اللي جبنا سيرته في المحاضرة الأولى وتشابه أسماء بس لأن مالاتيوس ده كان من البتركة بتوع أنتاكيا من كان الإديسين اللي حضروا مجمع القسطنطيني وبعدين لما جه يروح المجمع لم يجد إلا الشماس يوحنة إنه يترك له أعمال البطرياركية ودي حاجة غريبة جدا من العادة إنه أي بطرك كان يسافر زمان ولحد وقته قريب يعني كان يعهد إلى أحد المطرنة أو سكتير المجمع أو أحد الأسقفة بأنه يحل محله في فترة غيابه لكن يعهد إلى الشماس دي كانت غريبة يعني ولكن واضح أنه من علم يحنة في هذه الفترة أنه كان قادراً على ممارسة هذه المهم لدرجة أنه هو شماس كتب تفسيرات لكتب كثيرة وبعض الرسائل وبعض الأنجيل وكانت له عزات ومن هنا تفتحت مواهبه في موضوع الوعز حتى فيما بعد أطلق عليه الزهبي الفم لأن عزاته كانت تخرج زي سلاسل الدهب من فمه فتفيد الحاضرين في مجمع القسطنطينية توفى الباطرك مالاتيوس نكملش المجمع فأباء المجمع أخذوا فابيانوس أو اللي هو المساعد بتاعه وأقيم باطرياركاً بدل مالاتيوس على كرسي أنتاكي وهو ده اللي رسم يحن كاهن يعني كانت نقطة غمضة في التاريخ شوية من اللي رسم يحن كاهن لكن بالبحث والدراسة تباين أن هذا القبل الباطرك هو اللي رسم يحن كاهن وهنا بقى بدأ يبقى ليه فرصة في الوعز فاشتهر في أنتاكيا اشتهاراً عظيماً وبدأت سمعته ووسيته في الوعز وفي التفسير يخرج من أنتاكيا إلى أنحاء المسكونة لدرجة أنه لما خال كرسي القسطنطينية بموت بطركها طلب الإمبراطور أنه يجيبوا الكاهن يوحن بتاع أنتاكيا عشان يعملوه بطرك على القسطنطينية فرفض شعب أنتاكيا رفضاً تم من خروجه وتمسكوا بيه وما قدرواش ياخدوه وأمر الإمبراطور أن ياخدوه بالحيلة بعت له أحد القوات وقعد صاحب عليه وبعدين قال له إحنا عايزين نزور المدافن عايزين أنك تيجي تصلي معنا في المدافن ومدافن طبعاً كانت خارج البلد فلما أخدوه وخارج به أخدوه بالقوة وحطوه في مركب في البحر وبطوع البحارة أخدوه بسرعة القسطنطينية وهناك بسرعة رسموه بطريار كان وصارة في هذه الردبة العظيمة تم تنصيبه زي ما قلت في سنة 347 ميلادية في كاتدرائية أجية سوفية تسيقه هذه الكاتدرائية التي متزال موجودة إلى الآن ودي الكاتدرائية التي كان يلقي فيها عزاته الكثيرة جداً لدرجة أن عزاته كان يحضرها عشرات الألوف مرخين يقولون أن من بلاغة وتأثير عزات يحنى زهبي الفم أنه كان الكهنة يجلسون في الصفوف الأخيرة بالعشرات يأخذون اعترافات التائبين بسبب عزات يحنى زهبي الفم يعني هي مش مجرد كلمات كانت تقال إنما كان لها فاعلية روحانية كبيرة جداً وده يورينا أن النعمة الإلهية كانت تعمل في هذه الشخصية لشخصية يحنى زهبي الفم أنا لما قلت لكم اسم الكاتدرائية كان لازم أفسره كاتدرائية اسمها أجية سوفية تسيقه يعني حكمة الله المقدسة ليه بقول كده لأن إحنا عندنا غلطة ومكتوبة كمان في السنكسار تحت يوم خمسة توت عندنا قديسة من من في اسمها سوفية استشهد ماشي حلو خالص وبعدين بيقولوا إن قسطنطين بعت خد جسدها لقسطنطينية وبنى عليه كنيسة فهنا أول ما نسمع نقول إيه إن هي دي الكنيسة لأ لأنه هذه الكنيسة ابتده قسطنطين ولم يكملها بتاعة أجية سوفية تسيقه للكنيسة البطرياركية ولكنها أكملت عهد الإمبراطور سيادوسيوس لكن سوفية بتاعتنا كان لها كنيسة تانية صغيرة دي ما لهاش علاقة بدي لكن أنا نفسي ما تأكدت من الروم أنفسهم قالوا آه حكمة الله المقدسة وطبعا معروف إن هذه الكنيسة ظلت لحد ما السلطان محمد الثاني اللي بيصموه محمد الفاتح دخل القسطنطينية واستولى عليها وآتى للبطريارك والكهنة المعتصمين في هذه الكاتدرائية وحولها إلى مسجد في قرن السادس عشر وطبعا من هنا كان فيه زخائر لقدسين كثيرين ابتدت هذه الزخائر تخرج من هناك وتروح أوروبا على سبيل المثال مثلا كانت رفاط البابا أساناسوس في هذه الفترة وقبل ما يدخلها محمد الثاني كانوا نقلوها ودوها في كنيسة زكريا أبو يحن المعمدان في فينيسيا سنة 1973 لما استرجعنا جزء من رفاطه استرجعناها من هذه الكنيسة طب إيه التنقل دا كله هو دا اللي حصل في هذه الفترة طبعا برضو اتماما لهذه التاريخ هذه الكنيسة أنه لما قام كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة العثمانية سنة 1924 وتحديث تركية حتى حول الكتابة التركية من الحروف العربي إلى الحروف الإفرنجية زي الإنجليزي والفرنسيوي لكن هي هي اللغة يعني فقال مدام فيني زاعة على كاتدرائية أجيسوفية ما بين المسلمين والمسيحيين نخليها متحف وفعلا كانت من هذا الوقت متحف إلى أن أرجعها أردغان الرئيس التركي الحالي نعملها مسجد مرة تانية من حوالي سنتين ثلاثة تاريخ المهم يعني هي دي الكنيسة اللي كان اتنصف فيها ودي صحنا زابي الفم واللي كان بيلقي فيها عزاته عندنا هذه العزات كان لها تأثير قوي حتى أنها وصلت إلى معادات الإمبراطورة إفدوكسيا إزاي حدث أنه أرادوا أن يحتفلوا بالإمبراطور أركاديوس وإمبراطو إفدوكسيا فالاحتفالات محتاجة إلى تمويل مادي ففرض الإمبراطور ضرايب على الشعب فالشعب أرهق بسبب هذه الضريبة المهم يعني حصل نوع من الشغب وهنا تدخل الإمبراطور بعنف حتى أنه أرسل قوات يعني فضل مدينة وكسر أماكن كتيرة وطلع الناس المهم حصل تجمهر وحصلت مشدات وهنا بقى ألقى يحن زابي الفم عزات تسمى عزات التماثيل وهي كانت قوية جدا فألهبت مشاعر الناس وطبعا كان الأمر تدى فيه معاداة من الإمبراطورة لأن إفدوكسيا كان لها تأثير قوي على زوجها الإمبراطور أركاديوس أركاديوس ده ابن سئدوسيوس الكبير ولكن تفاقم الأمر عندما اغتصبت إفدوكسيا يعني بستان بتاع وحدة ستة أرملة فتروح تشتيكي مين دي الإمبراطورة وجزها أكيد هيوقف معاها فراحت تشتيكي للقديس سحن زابي الفم فهنا بعت الإمبراطورة أنها ترجع الحق الأصحابه فرفضت فمنعها من دخول الكنيسة ومنعها من التناول حتى أنها يوم الأحد التالي جاية بالموكب بتاحها ووقف على الباب الإبيدياكن الإبيدياكن هنا هو المسؤول عن أبواب الكنيسة عارفين كل رتب من الرتب لها عمل نحن للوقتي العملية بقت خلطة بيتها خالص الأغنصص يسموه شماس والإبسالطس يسموه شماس والإبيدياكن يسموه شماس الذي يطلق عليه الشماس فقط هو الدياكن وحينما توجد في الليتورجيات كلمة يقول الشماس يعني يقول الدياكن وحينما توجد في القوانين بتاع المجامع إن على الشماس أن يقوم بكذا فهو يقصد به الدياكن أما الرتب المساعدة للدياكن فتنطق حسب رتبته يعني الإبيدياكن عليه كذا ودعا المهم فمنعها الإبيدياكن لهو المساعد الشماس من دخول الكنيسة بالموكب الكبير بتاحها وقال لها إنه البطريارك منعك من دخول الكنيسة حتى تردي البستان وهنا بقى بددت إفدوكسيا تغلي والشرور بتاعتها إنها تزيد وهنا بقى كانت حصلت مشكلة الإخوة الطوال مع البابا سوفيلوس وهنا بقى نرجع تاني لسوفيلوس إيه اللي حصل إنه تزعم الرهبان في الإسقيت أربع أخوات كانوا طوال زي حالتي كده تسموهم الإخوة الطوال واحد منهم كان أسقف على هيرمو بوليس هيرمو بوليس دي المانيا والتاني كان اسمه أمونيوس دا الكبير كان رئيس مجموعة من الرهبان واتنين تانيين وهنا ابتدوا إنهم يقروا في أقوال أوريجانوس ويحبوا أوريجانوس ويحبوا أقواله حتى إن البابا منعهم وقال إن فيه أمور خطأ فلم يستجيبوا لهذه الأوامل لدرجة إنه البابا قال أروح لهم بنفسه فالرهبان تعصبوا ضده لأنه كان ابتدى يكونوا مجموعات من محبي أوريجانوس فأخذ معاه والي الأسكندرية فلما شافوا الرهبان الوالي والحراسة بتاعته قالوا لا دا جاي يهجم علينا فتحصنوا بالنبابيت وحطوا عليها زعف النخل من برة قالوا لهو جاي للسلام نرفع له زعف النخل لهو هيهجم علينا نستخدم إيه طبعا كان موقف سيء جدا يعني وخصوصا إنه كثير من الرهبان وقفوا مع الإخوة الطوال ضد البابا ومن هنا لما ملقوش إن فيه حل وإن البابا بدأ إنه هو يحرم فقرروا إنه هم ياخدوا بعضهم على رأس وفد مكون من خمسين راهب ويروحوا يقولوا ليوحنى زهبيه الفم ارفع شكوانا للإمبراطور في البابا سوفيروس ما ننساش إنه البابا سوفيروس كان راح لخوستنطنيني أكتر من مرة لأن هناك علاقات ما بين الكراسي وهو كان حضر قبل كده رسامة يوحنى زهبيه الفم أو تنصيب وباطريار كان ومش كده وبس كان دايما فيه زي صفرة موجودين بين الكراسي يعني زي ما الدولة كده تبقى ليها سفير في دولة كانت الكنيسة برضو ليها وفد يمثلها عند الكرسي الآخر دي معروفة يعني فهنا الإخوة الطوال راحوا الأول على فلسطين قاعدوا شرايف القدس ومعهم خمسين واحد وبعد كده راحوا إلى يوحنى زهبيه الفم عشان يعرضوا عليه المشكلة وبالتالي يرفعها إلى الإمبراطور أركاديوس والإمبراطورة إفدوكسي ولكن يوحنى زهبيه الفم قال طب الأول نكتب للبابا سوفيروس فهنا المندبين بتوع الكنيسة الإبطية موجودين حذروا يوحنى زهبيه الفم من أنه يدخل في المشكلة دي وإوعى تقبلهم لأنهم محرومين من بتركه ولكن كان يوحنى زهبيه الفم كان قبلهم وأشركهم معه في الصلاة ولما كتب رسالة للبابا سوفيروس بهذا الشأن بابا سوفيروس شاط واعتبر إن ده هذا تدخل في شؤون كنسته وإن ده لا يصح أبدا إن يوحنى زهبيه الفم يتدخل بهذه الصورة لدرجة بعثله قال له لو أنت متعرفش القانون اللي ورد في مجمع نقيا بأن كل كرسي له حدوده ومحدش يدخل في الثاني أنا هكتبهه لك عشان تعرف طبعا واضح من صيغة الردود وصيغرة الرسائل إن هناك غليان وإن هناك في عدم راحة في الأمر صحيح هو التمسك بالقانون يعطي الحق للبابا سوفيروس لكن في نفس الوقت دائما درجة الكنيسة على أنها تحل بطريقة روحية ولكن هنا بقى عدو الخير تدخل ولما عرفت الإمبراطورة إفدوكسيا هذا الموضوع طلبت حضور مين البابا سوفيروس لكي يجمع مجمعا ويحرم زهبيه الفم وفعلا ده اللي حصل حتى أنه بيقولوا لما راح بالمركب ووصل من اسكندرية القسطنطينية استقبلوا البحارة المصريين اللي موجودة مراكبهم هناك استقبالا يفوق الوصف هز المدينة كلها مين ده؟ ده البابا السكندري وواضح أن سوفيروس كان يتمتع بشعبية وقوة وتأثير قوي زم قلت لكم في بداية الكلام عنه ومن هنا بقى كمان الملكة رحبت به لأنه عدو عدوي يبقى صديقي زي ما يقول للمسل وفعلا جمعت بعض الأساقفة الحاقدين والحاسدين ليوحنى زهبيه الفم مع البابا سوفيروس وعملوا مجمع كان اسمه مجمع السنديانة مشهور في التاريخ باسم كده يبدو أنه كان جنبيهم شجرة السنديانة وعشان كده عرف المجمع بهذا الأمر وردت فين السنديانة في الكتاب المقدس قصة الشيخين وسوسانة مش كده مربوا عليكم اللي كانوا حاضرين أبو غلامسيس وسمعوا القصة عارفوا على طول لأن دانيال يقول لك فنبه الله روح لشاب حدث اسمه دانيال كان لسه شاب صغير وفرقوهم عن بعض وقال له الحكاية دي حصلت فين قال له تحت الضروة والتاني قال له فين قال له تحت السنديانة فقال له طب تظهر كذبوك كنتم اللي اتنين طبعا قصة دانيال والهاج دعوة بالقصة اللي احنا بنحكيها لكن كلمة السنديانة بس بتفكرنا يعني بالموقف المهم كانت النتيجة أنه قبل هذا المجمع أرادت إفدوكسيا أنها تنفي يحنى زهبيل فم عن المدينة ولكن شعبيته منعت الناس من خلتوش أنه هو يخرج بر المدينة والتفح حوالي القصر فرجعت في كلامه كمان كان هناك علامة سموية أن الزلزلة حصلت في هذا الوقت ولكن عيد الأمر مرة تانية بعد مجمع السنديانة فحرموا زهبيل الفم وقرروا نفيه وفعلا تم هذا النفي وكان هذا النفي الأخير في حياته لأنه نفي وقضى نحبه في هذا النفي لدرجة التاريخ بيذكر أنه إفدوكسيا من غزها من يوحنى الزهبيل فم أنه قالت لهم ما تركبهوش وهو رايح النفي بتاعه ومشوه حافي إمعانا في إزلال وهو شيخ كبير طبعا في مجمع خلق دنيا بعد الكلام ده بانتهى بوليكاريا كانت حضر المجمع ومين كان حضر المجمع من عندنا البابا ديسخوروس فقالت لها ديسخوروس كان في أيام أمي إنسان عنيد مثلك وإحنا نفيناه يخد بالك ده تهديد لديسخوروس وعشان تعرفوا أن الشخصيات بطركتنا كانت شخصيات قوية لا تهاب أحد فرد عليها بكل جسارة وقال لها وانت ما تنسيش أن أمك أصيبت بمرض عضال ولم تشفى منه إلا عندما بكت على قبر يحن دي يكملينا القصة بقى النفدوكسيا جالها مرض وحصل كده طبعا بوليكاريا ما سمعت هذا الكلام راح الضربة القديس ديسخوروس بالألم وقعت له سنانه وانهال عليه الجنود بالضرب فيما بعد دي يورينا أنه مهما كانت الصعوبات أمام أبأنا كانوا لا يتنازلوا عن إيمانهم ولا عقدتهم ولا أي حاجة لا أيام سوفيلوس ولا أيام يوحن ولا أيام ديسخوروس وده يورينا أن شخصياتهم ما كانت شخصية عادية كان لهم مهابة بعملوا الروح القدس قواهم وبقوة شخصيتهم ده عشان خاطر كانوا مرة عايزين يعني يجدوا سبب ضد ديسخوروس فقالوا البوليكاريا أنه ممكن يقدر يمنع تصدير الأمح من مصر القسطنطينية لأن مصر كانت سلت الغلال كان السحل الشمالي ده كله مزروع بالأمح المهم يعني تدخلت السياسة مع الدين مع الحقد مع ده مع ده ومات يوحن بسبب هذا الأمر لما رجع سوفيلوس وبعدين طلبوه مرة تانية أنه ييجي رفض ولكن راجع نفسه في هذا الحرمان وكمان لما وصل كان الأخوة الطوال وصلوا إلى سن كبيرة متقدمة وشيخوخة فهنا كانت المشكلة تقريبا شبه حلت ولكن هنا تبادل الحرمان اللي حصل ما بين القديسيين أزعج الكنيسة أزعج الكنيسة أننا ككنيسة أرتودكسية لا نؤمن بعصمة أحد مهما كان مهما كان ما عندناش عصمة لحد على الإطلاق ويمكن طبعا بنختلف مع أخوتنا الكاتوليك في الموضوع العصمة لأنهم يؤمنوا بعصمة بابا روما لكن الكتاب المقدس قال الجميع زاغوا وفسدوا وعوازهم مجد الله ليس من يعمل صلاح ليس له واحد حتى لو ما فيش أخطاء شخصية لكن كلنا مولودين بالخطيئة وكلنا تحت الضعف البشر وهنا راجع نفسه ونادي ما سوفيلوس على ما فعل ودي هنا بقى تظهر هنا فعل التوبة حتى أنه الكلام ده كله كان قدام ابن أخته لو القديس كيرلوس لما بقى بطرك شاف رؤية أن الناس بيهجموا عليه والعضرة بتدافع عنه وطبعا كانت إشارة أنه هو هيدافع عن لقب سيوتوكوس مع نسطور ولكن هو في الحتة دي تنبه إلى المشكلة اللي كانت موجودة ما بين خاله وما بين القديس يوحن زهبي الفام طبعا حب أنه يصلح هذا الموضوع وكانت النتيجة أنه وبعت إلى بطرك القسطنطينية في هذا الوقت وقال له إحنا نرفع الحرمات عن كل منه لأنه ده ندم وده مظلوم والتنين قامات عالية في الكنيسة وفعلا بالاتفاق ما بين البطرياركين رفعوا هذه الحرمات وأدراجوا أسماءهم في قائمة الدبتيخة إيه قائمة الدبتيخة دي دي قائمة بتتحط على المسبح فيها أسماء الناس القديسين المعتبرين أعمدة في الكنيسة يعني حاجة زي المجمع بتاعنا كده وعشان كده لحد النهاردة إحنا بنذكر اسم القديسين سوفيلوس 23 ويوحن زهبي الفم في هذه المجمع وفي مجمع القديسين في التسبحة ونطلب من فمهم هما الاتنين الحل والبركة وبكده نشكر ربنا أن الكنيسة احتوت هذه المشكلة واحتوت هذا الأمر بدل ما كان الشيطان يكبره يعني عايز أقول أنه تدخلات الأباطرة وتدخلات السياسة أحيانا ما بتفسد أمور كتير أما الذي يمشي بالمنهج الروحي فقط فهو الذي يكون مقبولا أمام الله إحنا طبعا في السينكسار لازمنا بنحتفل بعيد لسوفيلوس وعيد ليوحنى زهبي الفم عيد سوفيلوس يمكن يوم 18 بابة ويوحنى زهبي الفم أنا يمكن مش قدامي بس التاريخ بتاعه 16 هاتور فإحنا عندنا التاريخين مذكورين وفي كل التاريخين بنذكر مختصر سيرتهم بعض السينكسارات كانت تتعارض للمشكلة وتقول إنها انتهت وبعض السينكسارات الحديثة كانت بتبد عن موضوع المشكلة لكن النهاية والإفادة إنه مهما حصل خلافات داخل الكنيسة فنحتويها بروح المحبة ونحتويها بطريقة روحية لأن طبعا مش كلنا متطبقين مش كلنا عندنا نفس الفكر ومش كلنا في نفس القامة الروحية حتى لو إحنا بترك أو أسقف أو كهن أو حتى خدام أو حتى ما بين الشعب وعشان كده الإنجيل يوصينا يقول إصلحهم أنتم الروحانيين بروح المحبة إصلحهم أنتم الروحانيين بروح المحبة مش عايزة أطول لكن نطلب بركة البابا سوفيلس وبركة يحنى زهبي بفم ولربنا المجد دايما أبديا أمين شكرا أدس أبونا الحبيب أبونا يوسف الحومي على هذا البحث القيم هو بحث عميق وأبونا الحمد لله عنده ذاكرة فلازية يتمتع بيها كمبيوترية ويحفظ عن ظهر قلب الكتب العطيقة والجديدة وده يعني غنى جميل جدا وبركة طيبة للكنيسة أن أنها تمتلئ بالمعلمين كالكواكب في سماء الكنيسة تعليقات بسيطة مهم جدا نعرفها الحاجة الأولانية البابا توفيلس كان من البطاريكة اللي اشتهروا ببناء الكنيسة بنى عدد ضخم جدا من الكنيسة وكان في زمن وكثير من الوسانيين بيدخلوا الإيمان فكانت تتحول يحول المعابد لأنه نونيد المعابد دي كانت تتحول إلى الكنيسة الحاجة التانية أوريجينوس أوريجينوس الشخصية محيرة في التاريخ له كتابات عظيمة وسمية بالفولازي وهو أحد أعاظم الذين كتبوا في التفاسير وهو أول الذي أسس ما يسمى في العلم باللهوت المنهجي أو ال سيستيماتيك سيولوجي لكن لوقوعه في أخطاء لهوتية الكنيسة لم تطفي عليه في علم البترولوجي أن نناديه بالقديس لذلك ينادى بالعلامة وقد قال عنه أحد علماء الآباء المعاصرين اسمه جورج ديون دراجس دكتور في الآبائيات قال أن أوريجينوس كما أنه أبو اللهوت المنهجي هو أيضا أبو الهرطق التاريخ سيحكم على أوريجين لأن هناك والمتنيح البابا شنودة كتب عديد من المقالات في مجلة الكرازة وكتب أوريجين ما له وما عليه ما له وما عليه له كتابات جبارة وله إنجاز فكري ضخم وهو أعظم من كتب في الكنيسة بعد الآباء الرسل ده مش كلامي ده كلام العلماء زي جون دانييلو زي كويستين زي جورج ديون دراجس أكبر علماء في الآباء في البرية فكان معه أناس وكان ضده أناس وكانت شغلانة كبيرة جدا وهو ما نتج عنه الخلاف اللي حصل بالرهبان اللي كانوا متابعين حابب أقول في مسألة الحرمان مبدأ مهم جدا لازم نعرفه في الكنيسة التاريخ له ما له وعليه ما عليه وتاريخ الكنيسة لا يخلو من الضعف البشري والكنيسة فيها بعد بشري أيضا الروح القدس الرب المحي هو الذي يدير الكنيسة لكن ده لا يلغي أن إحنا كبشر عندنا ضعفات عندنا سقطات عندنا قصور عندنا نفسنا عندنا أخطاء وهي اللي عملت الانقسامات والتحذبات والأوجاع الأنهي اللي هو البعد البشري ونشكر الله لو لا الجانب الإلهي وعمل الله في وسط الكنيسة لما بقيت الكنيسة حتى الآن عشان كده في حاجة مهمة في الكنيسة الكنيسة لا تعطي العصمة لأحد الكنيسة لا تعطي العصمة لأحد ما عندناش الكنيسة لا تعطي العصمة لأحد الكنيسة فقط هي المعصومة عشان كده ناظرين إحنا ناظرين لمين لرئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع أنا لست لبولس ولست لأبولوس لأن اللي مات عني هو المسيح واللي اشتراني واقتناني ورقاني وفداني وغسلني ونجاني ونقلني للملكوت السماوي وإلى حرية مجد أولادها الله هو المسيح إلهنا الذي بلا خطية وحده المسيح هو جدرنا وهو أساسنا وهو قانوننا لكن هذا لا يخلو عشان كده بلاش ننزعج أنه مثلا أنه أي حد من أي رب أنه أقطع ربما هذا وارد أتفاجئ أني ناس عملين يشيرهم ويتكلمهم على الضعفات البشرية هذا الضعف موجود منذ الكنيسة الأولى الله هو الذي يحفظ كنيسته وهو الذي اقتناها بالدم السمين عشان كده لها عصمة لأحد في الكنيسة مهما كانت كمان في حاجة مهمة جدا نتعلمها أن الخطأ بالتقادم لا يصبح قاعدة الخطأ بالتقادم لا يصبح قاعدة يعني يجي واحد يقول لك احنا في الكنيسة الفلينية بنعمل كذا في كنيسة كذا عند إخواتنا بيعملوا كذا دي مسألة تخصوه لأن الخطأ بالتقادم أو بالتواطر أو بالزمن مش هنخليه قاعدة عشان كده دايما في حاجة اسمها تنقية في حاجة اسمها محاسبة نفس في حاجة اسمها تطهير في حاجة اسمها رجوع عن الخطأ في حاجة اسمها إعادة قراءة للأحداث في حاجة اسمها تقييم مش كده ولا إيه احنا لازم نشغل دماغتنا لأن كمان احنا جوانا روح ربنا الصغرات والأخطاء والنفسنة والأبعاد البشرية موجودة في قلب التاريخ لكن الكنيسة مش كنيسة أشخاص كنيسة كنيسة المسيح وإحنا بنقتدي اللي مين للإدسين اللي هما الإدسين مين اللي الكنيسة قننتهم وقالت عليهم إن هما إدسين دلوقتي كل تلت أربع كل مجموعة عاملين إدس على مزاجهم وعملين له لا مش أنا اللي بقى أقنن ولا الميديا خلي بالكوا أنتوا كطلبة لهوت ولا الميديا هي اللي هتقنن مين الإدس الحكاية مش كده ما تنفعش ده لجان تقنين الإدسين دي قصة كبيرة جدا ورفع رفات الإدسين دي قصة كبيرة جدا وتطييب سير الإدسين دي قصة كبيرة جدا وقراءة سير الإدسين في الكنيسة لها قانونياتها ولها وضعيتها الليتورجية إحنا كطلبة بندرس في اللي هوت لازم نبقى عارفين أن التاريخ لا يقلو من الضعفات والصغرات البشرية وأن العصمة فقط هي للكنيسة مجتمعة وليست لشخص كنيسة المقدسة الواحدة الوحيدة علشان كده كل واحد فينا يصلي أن يبقى عشان كده الإدسين كانوا بيجرم ويبعدهم عن عن الرئاسة وكانوا بيسلسلوهم ويجبوهم عجبي على رئيس يخلص وقال لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الأوجاع تفكركم الإدسين دول كانوا شطار اللي بيهربوا من الرئاسة ومن المسئولية ليه تسأل أي واحد رئيس دلوقتي في له ردة وعنده مسئولية يقول لك يا ريت أرجع لليوم اللي كنت فيه تلميس في مدرس الأحد ده زي كان فهم صح يعني الدنيا يقول لك يا ريت أرجع اليوم اللي كنت فيه فقليتي مع إجبيتي ومع إبص المضيتي وكنت مسئول عن حالي لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الأوجاع وأن العجبي على رئيس يخلص بالمناسبة الرؤساء محتاجين صلوات من أجل أن ربنا يعطيهم نعمة ولألا يكونوا نهبا للآراء وللشلل ده احنا يا جماعة نقول بس بمتاز صراحة ده لما بيجي خلاف بين اتنين اتنين إخوات على ورث ولا على مشكلة والأتنين خلاف بين زوجه وزوجته الواحد بيلوس عشان يعرف الحقيقة فيه كل واحد عنده حجيته كل واحد عنده برهانه مش كده ولا إيه فكم وكم يكون الرئيس ده خلبان الرئيس ده نصليله ونسنده مش ننتقده ونحقر من شان وإذا كان هناك صغرات الكنيسة بتاعت المسيح الكنيسة وأيضا المعالجة هي بمحاسبة النفس والطوبة مش بالتشنيع أنا بقى بفرض أن أمي بفرض وأمي بالجسد عيانة وتعبانة أشنع بيها أعيرها ولا أسندها وأدويها وأساهم في شفاءها هكذا أمنا الكنيسة تحتاج مننا إلى دموع وإلى صلوات وإلى مسندة مش إلى التشنيع والتفنيد والتحقير إيه الكلام اللي بيحصل ده إيه الكلام اللي بيحصل ده شخص بيغلط أو فيه ردة أو أي شخص ما أنا لا أتكلم عن شخص بعين حتى لو كان ونسمع هذه الأقوال المحية التي تقودنا إلى الخلاص وإلى سماع يا ربي أقوالك التي هي قوانين ومبادئ روحية نسير عليها اجعل يا رب لهذه الكلمات أثر في نفسنا وفي سلوكنا وفي حياتنا اجعلنا يا رب بها ننير العالم وننير القلوب يا رب اجعلنا يا رب أن نسير في الطريق المستقيم الذي وصلنا ويوصل أولادنا إلى ملكة السماوات مباركة شفاعة أمنا العذرة شفاعة رئيس الملكة جليل مخايل شفاعة الشهيدة العظيمة رمينة اسمعنا المدعوك بشكل قائلين أبانا الذي في السماوات تخدس اسمك محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلى لهم خلص يسعى المسيح شاركة مهبة وعطية روح وإسفلتكم مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم شكرا